السلام عليكم في حال مكسرنا جامزا من نيفيدي جيميس لتحدي بناء التشكيلات وجبت لكم هاي الحلقة ارخص طريقة ممكن لعمل تحدي كافاني تحدي بناء التشكيلات يعني الصراحة النسخة جدا ممتاز عنده الريتنج 87 الشوت 86 لدريب لنج 81 الفيزيكا 81 السرعة 78 والباساط 74 فطبعا يعني الريتنج عنده 87 فنروح نشوف بطاقته الانفورم اللي هي نفس الريتنج يعني فخلينا نروح على السوق خلينا نشوف بطاقة كافاني الانفورم هاي بطاقته خلينا نشوف الانفورم كم سعره في حدود كم يعني فعننا البطاقة الانفورم الريتنج بطاقة 87 فخلينا نشوف سعره في حدود كم فعننا يعني حوالي 150 الف 140 الف ارخص شي موجودة 140 الف لغاية الان يعني مو اقل من 100 الف 130 الف هي ارخص واحدة موجودة بالسوق فطبعا عملنا هذا التحدي صح انه طاقاته يعني تقريبا سرع اقل بواحد بس هذا الفرق لكن التحدي كله على بعضه وكلفنا 35 الف كوينز يعني مبلغ رخيص جدا الصراحة فمتل ما انت شايفين هدول التحديين خلينا نبدأ في عدد التحدي وريكم التشكيلته وكل شي عنه فمتل ما انت شايفين هاي هي تشكيلته المطلوب انه لعبين من باريس اقل شي ولعبين ارقويانيين يعني اقل شي ايضا وعننا الناشونالتز مطلوب مطلوب اربعة والتيم ريتنج 77 والكيمستري 95 وطبعا اللعبين كاملين فمتل ما انت شايفين تشكيلة فهاي هي تشكيلة ادامكم يعني تشكيلة من الدوري الانجليزي وحطينا من الدوري اللي هو الفرنسي يعني اريولا وماركينيوس فخلينا نستارد اللعبين عشان تشوفوهم وعننا اريولا طبعا لعبين هذا اسمها اللعبين لو تريد يعني اسم لعب وقف الفيديو وان اسم اللعب فخلينا نبدأ على طول عنه اريولا اللعب الظاهر اليمين هاد اشتريته ب 550 السي بي الاول ب 600 عنا هدا ماركينيوس ال البي ب 700 والر ام المحمدي ب 450 عنا السيدي ام هادا اه اشتريته ب 600 السيدي ام التاني اشتريته ب 600 ايضا ال ال ام ب 500 وعنا الاستي هتطلع اللي بكشيب اي استي انجليزي ما رح تفرق فعنا الاستي التاني اللي هو هادا سره 200 كوينز طبعا اي استي برونزي سره 200 كوينز طبعا هاي تقريبا كله على بعضا ما كلفت حوالي 9000 كوينز فمتل ما انتوا شايفين الان هاي هي تشكيلة اتمنى تكونوا شفتوا الاسماء ونعلتوها فخلينا نعمل ستارت ونعمل سابمت للتشكيلة فمتل ما انت شايفين عنا برايم جولد باك بكش 7500 يعني تقريبا عوضت سعرها مع فرق بسيط فخلينا ننتقل على التشكيلة التاني اللي هي اصعب تعتبر طبعا واغلى فمتل ما انتشايفين هيا هي التشكيلة طبعا المطلوب لعبين من باليرمو لعبين من نابولي يعني اللاعبين اقلش يكون من 4 نوادي عن الريتنج المطلوب 83 والكيمستري 95 وعدد اللاعبين داشفة مستوفين كل الشروط طبعا الشرط بهاي التشكيلة ان تتلعب باللعبين 10 مباريات لانه لو سويت هاي التشكيلة رح يطلع معك الكيمستري 85 فلازم تلعب 10 مباريات أو تكون لعبان فيهم 10 مباريات من الأول عشان يزيد معك الكيمستري واحد عندك اللعب لأنك لو تلعب 10 مباريات يزيد عنده واحد الكيمستري لو كان مثلا 6 يصير 7 و هيك يعني فمثل ما انتشايفين عندهم أنا لعبين بباليرمو أغلى شيء اللي هن لعبين بباليرمو فتشكيلة هي تكلفتني حوالي يعني تقريبا 30 ألف كوينز أو بهاي الحدود يعني تفرق معك مثلا لو عملت تحدي الصبح أو بالليل في فرق يعني بالأسعار فعنا بالحراسة خلينا نبدأ عنا فارمان بألفين كوينز الإخوانة فران العادي يعني النسخة العادية بألفين وثماممية السيبي الأول هو ديز بألفين وميتين الثاني توب ركب ألف وثماممية عن الالبي جبت هاد اللعب السي افلي بباليرمو معرف اسمه بالضبط المهم حقه أربعة آلاف وستمية وطبعا يعني هو هيك سعره فعنا السي ام الأول اللي هو برونا فبرونو كان في كوكي لكن برونا يعتبر أرخص منه نفس الريتنج فجبته سعره 3000 كوينز السي ام الثاني بنايجا 3500 وتركته على مركزه السي ام الثالث عنه اللي هو لعب بليرمو هاده سعره 2900 كوينز فعنا الجناح اليمين طبعا لو حطيت العادي ما رح ينفعل لانه الريتنج التشكيله بيقل من الثلاثة وثمانين لاثنين وثمانين فما يفرق سعره كتير يعني عن العادلي فالمهم عن الستي الاول يعني اللي هو اي كار دي اشتريته ب3800 هذا الجناح نب Terry اشتريته ب800 كوينز طبعا للاجنح ها quant ها بنابه يعني كلهم غاليين اساسا لانه ما احد يتوقع انك جيد الريتنج المطلوب 83 متل ما انت شايفينMo وشفتوا اسمان لعيبه طبعا سعرها حوالي 29 من الف الى 30 الف يعني بهاي لحدود فخلينا نعمل ست بيت طبعا لا تنسى انك لازم تلعب عشر مباريات عشان الكيمسته يظبط معك شف Gymundo برايم جولد باك باكج خمسة عشر الف فا يعني متل ما انت شايفين تم اكمال التحدي كافاني فخلينا نعمل متل ما انت شايفين يا السلام بطاقة خرافية الصراحة كافاني شي جدا ممتاز يعني شوف شوف الطاقات فيرست اونر متل ما انت شايفين عن الشوت ستة وتمانين للدرب الواحد تمانين الفيزيكا الواحد تمانين سراعة 78 والباسات اربعة وسبعين شي جدا خرافي اكيد رح اصوي عليه تشكيله والعبي لكن مو بهاي الحلقة رح اصوي حلقة منفصلة يعني لتحدي اللي هو كافاني متل ما انت شايفين يعني الان كومبليت التحدي تم بنجاح فخلينا الان نروح بس ونشوف بس فخلينا الان نشوف كافاني يا حبيبي خلينا نكتب كافاني اه هذا كافاني فمتل ما انت شايفين كافاني هاي بطاقته رح اصوي عليه تشكيله بإذن الله بالحلقة الجاية وعرضها وصار الطاقاته واشوف هل فعلا يعني اللعب ممتاز يعني متل ما انشوفتو الانفورم سعره حوالي مية وثلاثين الف اه فهذا سعره حوالي خمسة وثلاثين الف يعني صيدع من الاخر يعني لازم تساوي التحدي هات تحدي يعتبر جدا رخيص بالنسبة مقارنة بسعر الانفورم فطبعا عطونا بكيجات متل ما انت شايفين يعني سعرها حوالي خمسة وثلاثين الف الى اربعين الف بالكتير جدا فعطونا بكيجات فخلينا نفتح هاي البكيجات عنا بكيج 7500 وبكيج 15000 يعني لو خصمتهم من السعر فبيطلع معك حوالي 25000 مو اكتر او 20000 حتى يعني او اقل كمان يعني عنا بكيج 15000 لوحده بصير السعر 20 يعني حوالي انت تدفع 15000 بس فالمهم خلينا نفتح البكيج الاول لكن اريد صورة دي ماريه لانه غالبا دي ماريه هو اللي بيجيب لي اللعبين وبسم الله اوه ما في شي كويس اوه سمول فلير مين هاد اوه لاعب عادي طيب اوه اصفكر جونسيتو كرواتية بالاول لكن يلا اوه والله حلو هاي من الار دابلو الار ام يعني شي كويس اوه خلينا نرسل على النادي وعننا بكيج تاني بكيج 15000 متل ما ان شايفين يعني في الخط هاد اللي تحت اللي تحت البكيج بيجي احيانا بيتغير لونه فخلينا نجرب ممكن يصير شيء اوه المهم طيب بسم الله نفتح الباك بسم الله لا ما في وكاوت اوه بكيج كويس نوعا ما منها اوه كاريوس كاريوس 82 الريتنج اه فاصرحة بكيج ايضا كويس عنا مارتينيز اه بكيج كويس لغاية الان ما في كوينز ولا شيء وعنا عالم نابولي ريدون لعبين نابولي وهي حتى جابوننا عالم نابولي شيء كويس خلينا هل ينباع البكيج طبعا البكيج ينباع مو انه ما فيك تبيعه عشان بس الناس اللي ممكن تسألني تحت في الكومنتات فخلينا نرسلهم الى النادي طيب خلينا نروح بس نشوف بطاقة كافاني اه طبعا باذن الله يعني بالحلقات الجاي رح نساوي تشكيل عن كافاني لتحدي بناء تشكيلات طبعا عندي لعبين تانين تحدي بناء تشكيلات موجودين بالنادي فمثل ما انت شايفين طاقاته اسطورية يعني سعر الانفور مثل ما شفته مية وثلاثين الف وهذا سعره حوالي يعني خمسة وثلاثين الف الى اربعين الف يعني فرق حوالي تسعين الف فرق شاسع الصراحة فاتمنى الكل يجرب التحدي واتمنى تكتبوه لي تحت بالكومنت رأيكم بالحلقة فبس يعني شباكو نصل لهاية الفيديو اتمنى الفيديو عاشكم اذا اشتركوا فيديو اعطونا لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت تشترك وكتب لي تحت اي تعليق الله يعطيك العافية فبس هذا اللي كان عندي اليوم اشوفك على خير في فيديو جاية في امان الله